اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب اهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم مبادرات مملكة البحرين في القمة العربية الثالثة والثلاثين والتي عقدت في مملكة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال برقية التهنئة التي بعث بها معالي رئيس مجلس النواب لمعالي السيد ابراهيم بغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الخمسي لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي واشار معاليه الى جهود الاتحاد البرلماني العربي في تطوير المنظومة البرلمانية العربية طوال مسيرته التي بلغت الخمسين عاما وما شهدته من مواقف وتحركات وانشطة ومؤتمرات وتعزيز للعلاقات العربية والدولية في المحافل البرلمانية ودعما للقضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة